الأخبار النهاردة مش حدث وإنما مجموعة أخبار بتضاف إلى الأخبار المبهجة المتفائلة التي تدعو الجميع إلى أنه يستشرف المستقبل بيروح هادئة النهاردة مجموعة البنك الدولي بتعلن عن قرارها وإقرارها منح مصر 6 مليار دولار 3 للحكومة و 3 لدعم مشروعات القطاع الخاص النهاردة مجموعة البنك الدولي بتعلن هذا الخبر وبتقول أنه خلال 3 سنوات سيتم ضخ 6 مليار دولار داخل جسد الاقتصاد المصري طبعا هذا الرقم هذا المبلغ هذه المبالغ الدولارية اللي يتم حقن جسد الاقتصاد المصري بها خليني أفكركم وأفكر نفسي أنه خلال أسابيع قليلة مضت تم الحصول على عائدات دولارية بين استثمارات مباشرة وتحديدا 35 مليار دولار استثمارات إماراتية في مشروع رأس الحكمة واتكلمنا عنه كتير ضيف عليهم 8 مليار دولار اتفاقنا مع صندوق النقد الدولي ضيف عليهم 8.8 مليار دولار اتفاقنا بالأمس مع دول الاتحاد الأوروبي وضيف النهاردة 6 مليار دولار من مجموعة البنك الدولي ليصبح الإجمالي 57 مليار و8 من 10 دولار دخلوا البنك المركزي المصري ما بين استثمارات مباشرة وقروض ومنح وضمانات واستثمارات اعتقد انه اكبر رقم يدخل في هذه الفترة الزمنية في تاريخ الدولة المصري اكبر رقم اللي هو 57.8 عشان ما نطلق باتش نقول 58 مليار بالاضافة الى بفكركم عندنا مشروع الطروحات الحكومية اللي هو الشركات اللي الدولة هتتخارج او الحكومة هتتخارج منها لزيادة حصة القطاع الخاص واللي قدرت في عام 24 ب6 مليار دولار الخلاصة ما اريد ان اصل اليه انه خلاص عصر سيادة الدولار وتحكم الدولار في مفاصل الاقتصاد وتحكم تجار الدولار في مفاصل اقتصاد المصريين انتهى وولى واعتقد حضراتكم تتذكروا ان احنا قلنا في هذا المكان ان شاء الله كلام ده قلته من يوم 20 يناير الماضي قلت قريبا ستشيع جنازة السوق السوداء الذي سيصاب بسكتة دولارية حد والحمد لله ربنا بيض وجهنا امامكم وكانت معلومات ولم يكن قراءة فينجان ده الخبر الاول المهم اللي عند النهاردة ببشاركو بيه ايضا الاخبار الحلوة بتجيب اخبار حلوة السفير الصيني النهاردة في القاهرة بيكشف عن اكبر مشروع استثماري صناعي لوجيستي صيني في المنطقة العربية الصين قررت تقيمه وتلشنه وتنشئه في مصر هذا المشروع هو الاكبر هيبقى فين؟ هيبقى على ساحل البحر الابيض المتوسط في منطقة صينية في العين السخنة منطقة مشروعات وصناعات ومصانع لكن النهاردة السفير الصيني وبيتكلم على استحياء مرضاش يقول الارقام لكن بفكركوا انه من حوالي شهر كان وزير الصناعة مع وزير الصناعة الصيني وبتكلموا على انه الصين بتفكر جيدا وربما قاربت على اتخاذ القرار باضخم استثمار في المنطقة العربية والقارة الافريقية سيكون في شمال مصر خلال وستم التوقيع خلال عام 24 ايضا من ضمن الاخبار الجميلة النهاردة اللي انا سعيد وبحاول اقول لحضراتكم نخلق طاقة ايجابية مع بعض لكنها ليست طاقة مجذوبة وليست اخبار مضللة وليس نوع من التأثير على مزاج الناس انه يبقى افضل ابدا احنا بنقول الحقائق حتى ولو كانت مزعجة لانه فلسفتنا ودستورنا في البرنامج ان نقول الحقائق حتى ولو كانت مزعجة اما الاكاذيب حتى ولو كانت مريحة ليس لنا علاقة بها ان شاء الله في هذا البرنامج دستورنا منذ اليوم الاول النهاردة وزارة البترول اتحفتنا بخبر بيقول ايه 20 بقر غاز جديدة في مصر بتستعد الانتهاك الميات ضخمة من الغاز قدرت الغاز الجديد من الاباري الجديدة 1.5 مليار ادم مكعب في البرنامج